ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله قصة حقيقية شام يقول كنت جالس في قهوة قرأت قصته بنفسي يقول كنت جالس في المقهى أرسل قصته لي في البريد يقول فجأة دخل المقهى امرأة من أجمل ما رأت عيني حياتي ما شكت مثلا يقول فأخذت أنظر إليها يقول وتنظر إلي والعين تتكلم والعين تنطر نظرة فابتسامة فموعد فلقاء يقول فنادتني يقول تبعتها لما خرجت من المقهى علمت أنني أتبعها فنادتني يقول وأعطتني رقم هاتفها يقول وكانت أسعد ليلة عني أسعد ليلة خدت رقم فتأحبها أعجبت بها يقول مرة الأيام أكلمها بالتليفون مرة ومرتين وثلاث وأربع يقول لك للأسف اكتشفت أنها أكبر مني سنة يقول لكن الجمال لا يدل على هذا وعين الرضا عن كل عيب كليلة لكن عين السخط تبدل مساوية إذا أحب الإنسان خلاص ما في عيب لكن إذا أبغض ما في حسنة يقول وظللت أكلمها ساعات طويلة اكتشفت أنها ثرية وعندها أموال يعني ميزة ثانية جمال مال واكتشفت أنها مطلقة سهلة كل مرة يكتشف شيء أسهل يقول فتعلق قلبي بها في يوم من الأيام قالت لي أريد منك أن تعينني في المال في التجارة لا بأس حييها أنا فقير طيح حظي امرأة وجميلة وعندها فلوس تبيت شغلي تستعد قالت لي تسافر إلى تلك البلد وتأتي ببضاعة بس روح للعنوان وهناك لما تروح في ناس يعلمونك شي تسوي يقول وفرحت وذهبت على الدرجة الأولى إلى تلك البلاد وأحلام الآن حب حب كل شي يسوي يقول فلما دخلت الفندق الموعود طرق الباب علي شخص فتحت الباب فإذا هي الفتاة نفسها خذعت هي الموعودة هناك قضية لا تجارة ولا شيء القضية حرام القضية منكر القضية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ في البداية يا أخي لا أتكلمها في البداية لا تطالع في البداية الوقاية قبل ما تبدأ الآن في الاستدراج خطوات الشيطان يقول فعلت المنكر لأول مرة ثم المرة الثانية ثم المرة الثالثة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة إنه كان فاحشة وساء سبيلا يقول قلبي كله تلك الفتاة شهور وأنا على هذه الحالة يوم من الأيام يقول كنت مع آخي في السيارة يقول انقلبت السيارة بنا يقول أنا ما أصبت بأذى نجاني الرب عز وجل يقول لكن أخي وكتب المنطقة ليصرفين حادث ما راح أذكرها يقول فأخدت أخي مسرع بالإسعاف إلى المستشفى يقول الآن أنا همي الآن أخوي أحبه أخي يقول أمام عيني ربما يموت الآن يقول فقال لي الطبيب بعدما خرج من غرفة الطوارئ قال نريد الدم الآن حالا ما ينفع الدم الآن المثلج نريد الدم جاهز الآن للتبرع لهذا الشاب من أنت قلت أنا أخو ما فصيلة الدم كذا قال يصلح بسرعة الآن تبرع للدم لأخيك قبل أن يموت يقول عمل فحص للدم قبل التبرع أول ما تبرع فحصوا دمي جاءني الطبيب قال لي ما يصوح دمك للتبرع قال ليش خير راح يموت قال بعدين بعدين أكلمك نريد دم آخر يقول تعجبت وجدوا دم آخر وأنقذوا أخي يقول أنقذ أخي من الموت جئت للطبيب بعد هذا قلت له ولم لم تقبل دمي للتبرع قال له أنت مريض قلت كيف قال دمك ملوث بفيروس الإيد أنت مريض بالإيد تدري يعني شنو إعدام مو إعدام السيف أرحم إعدام مع التعذيب بحياتكم شفتوا فيلم يصور لكم اللي يتابعون المسلسلات والأفلام والسينما شفتوا فيلم يصور لكم شنون مريض الإيدز يموت بشكل درامي شفتوا ما قال لي أحد صراحة لأنهم يعرفون لو صوروا كيفية المراحل التي يمر فيها مريض الإيدز حتى يموت نص اللي راحين للشهوات يرتدعون لكن ما يبون يخوفون الناس ما يقولون لهم أن مريض الإيدز يمر بمراحل منها مرحلة الجنون الجزئي يصور مجنون ويرجع مجنون ويرجع يصاب بصداع ما ينفع معه أي مسكن في الأرض يوصل إلى درجة أجلكم الله يخارج على نفسه يوصل إلى درجة جلده يتقطع يصل إلى درجة الشلل الجزئي ثم الشلل الكل ثم الجنون والعتح ثم يفعل كل شيء ثم يظل على هذه الحال شهور حتى يقبضه الله عز وجل لا يموت فيها ولا يحيا هذا مريض الإيدز يقول فاتصلت عليها يقول وأنا يعني زعلان الحين وخايف عليها بعد قلت لها تدرين أني أنا مريض قلت لها بما قال لها مريض بالإيدز ضحكت قلت لها لم تضحكين قالت له أنت إحدى ضحاياي شنو قالت مو بس أنت تقول أنا نقل إلي شاب الإيدز منذ سنوات وعاهدت نفسي أن أنقل هذا المرض لكل شاب نواجه والذين هم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين أو ما ملكت أيمانهم اشتركوا في القناة